ألف سلة غذائية أعدتها مؤسسة بارزان الخيرية وذلك لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك على العوائل المتعاففة في كاركوك وخاصة في المناطق الفقيرة من مختلف القوميات والأطياف لإدخال الفرحة في قلوب بعض العوائل المتعاففة نحن مؤسسة بارزان الخيرية مكتب كاركوك دائماً بشهر رمضان يبدأ بحملة المساعدات اليوم اختارنا منطقة بانجعالي منطقة متعاففة يعني بصراحة منطقة كلش فقيرة اختارنا هاي المنطقة لكي توزع الكاراتين مواد غذائية على المواطنين هاي حملة يبدأ من أول شهر رمضان هاي الكالتور مال منظماتنا يبدأ بكافة المساعدات ذو احتياجات خاصة العوائل التي تسكن حيباً جعله والذي يعد من أكثر الأحياء فقراً أثنت على هذه الجهود المبذولة من قبل مؤسسة بارزان الخيرية واعتبرتها مبادرة إنسانية استطاعت أن ترسم الفرحة على وجوههم وتقلل من عبائهم التي أثقلها ارتفاع وسعر السلعي مع حلول شهر الفضيل نشكرهم كثيراً ونبارك جهودهم جهود مؤسسة بارزان الخيرية في حي بنجعلي نشكرهم جزيل الشكر نشكرهم كثيراً وفقهم الله مؤسسة بارزان الخيرية نشكرهم مرة أخرى وأدام الله جهودهم مبادرات إنسانية مستمرة تسعى من خلالها مؤسسة بارزان الخيرية إلى دعم العوائل المتعففة بشتى الطرق تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع جير سعيد زاغروس تيفي كاركوك